طبعا احنا بيجينا اجانب من زمان لزيارة متحف العالمين ومعركة العالمين والاثار وكانوا بيجوا من الاسكندرية وبيعودوا في الفنادق اللي كانت موجودة او في مثلا الاسكندرية ويقوموا بالزيارات ويرجعوا الى اخره فعندنا كم من السياح الاجانب اللي ممكن يجي طب احنا عايزين السياح الاجانب بقى يبقوا قاعدين مثلا زي ما بيعودوا فترات في الغرداء طبعا كل ما زادت الرقعة الفندقية او تأجير بقى الريزورس او الشاليهات او كده كشوق فندقية وبالنسبة الاجانب وتحييئة البنية التحتية الحقيقة لطرق والمطارات دي اثر التأثير كدير ده الاجابي لكن هلأ انا عندي ارقام محددة لاحتياجاتي يعني متوقع ان المدينة يجيها قد ايه فانا بالتالي عايز استعد بعدد من الفنادق والغرف السياحية قد ايه لا هو مش احصائية بس احنا حضرتك لما يكون مثلا عندنا 30 الف غرفة بستين الف سايح في الليلة خلاص لو السايح هيعد اسبوع يبقى حلو بنتكلم اربع اسابيع يبقى حلو بنتكلم مثلا ستين في اربع اسابيع بنتكلم مثلا بامتين واربعين الف يعني لو اربع شهور هيبقى لو اربع شهور بس هيبقى مليون طب لو بنتكلم في اتناشر شهر مثلا او حداشر هيبقى تلاتة مليون فكل ما زادت الطاقة ليه بقى؟ لأن هيبقى في عندنا حجوزات دايركت لمنطقة العالمين عن طريق تيران الشارتر أو عن طريق برج العرب مثلا في اسكندريا تيران شارتر ينزل ودايركت للعالمين زي ما بيحصل أن تيران الشارتر بينزل في كل محافظات سياحية حتى في القاهرة مطار سفينكس بقى في تيران شارتر دايركت في شارم الشيخ في مارس عالم اللي هي مالديف المصر دلوقتي بيسموها ونسب أعداد كبيرة بس هو الثقافة والسياحة بتناسب أكتر في منطقة الساحل الشمالي السايح العربي الساحل الأجنابي بيدور على اللي مش موجود عنده البحر الأحمر موجود بين مصر وبعض دول السعودية الأردن اليمن المجموعة دي وبعض الدول الأفرقية بس فيه بقى بالنسبة لساحل دايفينج بيعد أسبوع على اليخت أو عشرة أيام بيعمل دايفينج عشان شعب المرداني ورحلات السيد والسنوركلينج والنباتات التحت والأسماك اللي بالألوان فهو مش موجود عنده دا في أوروبا مثل الساقح المدتريني أو الإيطالي الأسباني الأسباني وفيه في تركيا وفيه في المغرب المغرب مثلا لكن الخليجي عنده البحر الأحمر فبيجي لنا هنا وثقافة مصر بتتناسب مع ثقافة السياحة العربية بيجي مثلا الخليجي متعود من زمان كان بينزل إسكندرية وكان بيحضر حفلات في المعمورة والمنتزة والمسرح المسارح في الصف إسكندرية وفي القاهرة كان فيه المسرحيات يعني الحاجات دي أنا كنت بروحها وبعملها في التمانينات وتسعينيات عشان رجل كبير شواء فده كله كان موجود وكانوا بيبقوا متواجدين بكسافة بيحضروا مسارح للفنان عد الإمام والفنان محمد صبحي وكل النجوم وسامير غانم يعني كان بيبقى فيه التواجد ويحضروا الحفلات فده بيناسب الثقافة وعندهم ده كان المسرح كمان بيسافر لإسكندرية بقى كمان كان بيتنقل من القاهرة يروح بقى إسكندرية وعندهم حتى شواء هناك وعندهم في الريزورس برضو السياح العرب عندهم هناك طبيعة الجو برضو طقس معتدل يعني السحل الشمالي عندنا طبيعي والسهر والمصر ليها جو مختلف ساحة تراثية يعني حاجة بالتراث حتى القعدة في لو قلنا في القاهرة في خان الخليلي في الحسين فليها جو مختلف تماما بيناسب ثقافات كتيرة بيناسب كل شو يعني عندنا كل جنسيات العالم بتيجي مصر